السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين الكرام تنسمنى تكونوا بخير وعلى خير وانجا ما كتشاهدوا هذ الفيديو مرحبا بكم معي فيديو جديد على قناتكم بوشرة شانال وما تنسونيش اخوتي من لايك وتعليقكم خصوص الموضوع ايمان باطما كتخرج على الصمس ديالها فهد شي لواقع الاخت ديالها دنيا باطما فخليكم معي اخوتي باستمعوا شنوز لاسل الحساب ديالها عبر موقع التواصل الشيماعي انستغرام اكثر انسانة عرضات لجميع انواع الحقرة والظلم والغدر والافتراء والانتهاك وما زالت اقتهاف الله كبيرة لان الصوت المظلوم مسموع عند الخالق وقريب ولو جاء الفرج من بعد مدة سن طويلة منسوش دموع الواليدة والاعلام اللي كيمرون منو الوالدين ديالنا هاد المدة كلها ما تخيلوش كيفاش ربغدي يخذ الحق كل شي مكتوب شخصيا تقتي بالله تفوق تقتي باي احد هاد الازمة كان لازم توقع باش دنيا تعرف الصادق من الكادب والخائن من الغدار والصديق من العدو بزاف اللي سقطت القناع ديالهم على دنيا لكن ما زال لابسينو في السوشي الميديا وبعض العقول الضعيفة اللي منهم كيهاجموا دنيا غير حتسمعوا من اوباش السوشي الميديا بلا داليل وما زال مصدقينهم وخال حقيقة قدام عينيهم بالداليل منسوش اشباه الفنانات اللي كيحفروا وراء الكواليس واللي كان لهم دور اساسي وحاولوا بقع الوسائل باش ينهيوا مسير الفنانة قد بنتهم نسو انها امح سهية وما داروش لبسنهم ولا بولادهم اللي يقدر رجع لهم كل شي كي متلو على الناس الروقي والوطنية ورهم اسماء هاد الايام الاخيرة مذكورة بالزاف واللائحة طويلة للأسف عبارة لازم تكون حلقة في ادن كل ظالم ظلم هاد السيدة البارئة ولبسها تهمة من نهار بدات مسيرتها سواء بعيد ولا قارب او لي السلطة او طعنف عرضها ليومنا هذا وظلم اي انسان بريء انتهك حقه سواء عنف لفضي او جسدي الدنيا ثانية فكن انسان ولا تنس انسانيتك انما عند الله تجمع الخصوم واعلم ان النصر مع الصبر وان الشد الكرب فاعلم ان الفرج قارب فلكل حزن نهاية كلمة دائما كنقولها لك ونعودها تقي في الله وعرفي ما بقاش بزاف وعرفي عندك عائلتك من صغير هالك كبير هوراك وعندك جمهور كيبغيك خلينا من الدباب الالكتروني او صحافة الصرف الصحي اللي كتساهم في تشويه بلادنا بشتة طرق الناس اللي كتخاف ربي ووعية راه واسقة في براعتك وربي كبير فوق كل شي فكيف ما سمعتو اخوتي ايمان فاطما قلت بلي وليدي هكي تقلمه بزاف على هذا الشي اللي كتدوز منه بنتهم دوني يا باطما فالله يدلي هاتي والدي الخير والله يكون معهم صراحا ماشي سهل عليهم فكنت ادرخوا تسعليقاتكم بخصوصا الموضوع شكرا على حسن المتابعة الى فيديو قادم ان شاء الله مع السلامة